بذكريات نهائي نسخة 2015 الذي لعبه أمام تيبي مازانبي الكونغولي يدخل اتحاد جزائر مباراته أمام كاديوغو من بوركينافاسو وكله عزم على معاودة التحدي وتكرار ذات السيناريو بداية نسج السيناريو ستكون بملعب عمر حمدي ببلغين وهو مصرح الحدث وعد الفوز في المشهد الأول سيشكل عقدة لأبناء سوستارا قبل الحلقة القادمة التي تتضمن لقاء العودة الذي يعد مصيريا لضمان التأهل عملاء الأرض والجمهور لن يكون فقط الحافز الوحيد بالنسبة للاتحاد في هذه المباراة فالمدرب الأسبق لمنتخب بوركينافاسو بول بوت يملك من الدراية والخبرة عن المنافس ما يؤهله لترجيح الكفة لفريقه على حساب الضيوف وبالإضافة إلى هاجز نقص الخبرة بالنسبة للعبي اتحاد جزائر في المنافسة الأفريقية يقف الكم الهائل من الإصابات الذي لاحق أبرز الركائز عقبة أمام طموحات رفقاء عبد الرحمن مزيان ملعب عمر حمدي ببلوغين سيكون السبت قبلة لأنصار اللونين الأسود والأحمر ولسان حال هؤلاء يقول ممثل الجزائر الوحيد في المنافسة القرية سيظل وفيا لتقاليده